أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن رجال الشرطة حققوا بجانب رفقاء الضرب بالقوات المسلحة حققوا نجاحات مؤكدة في مواجهة الإرهاب وخلال الاحتفال بعيد الشرطة بأكاديمية الشرطة أشهد وزير الداخلية بنجاح الضربات الأمنية المكثفة في تقويض عمليات تهريب المهاجرين وضبط القائمين عليها لافتا إلى استحداث مركز العمليات الأمنية بأحدث التقنيات التكنولوجية لإدارة ومتابعة المهام الأمنية الميدانية وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي